وزارة النقل بتجري حاليا استعدادات مهمة جدا في ضوء الترديبات لعقد إسبوع القاهرة السابع للمياه هذا الأسبوع هيكون تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة الإسبوع ده حيتم عقده في الفترة من 13 ل 17 أكتوبر 2024 تزامنا مع استضافة مصر لفعاليات إسبوع المياه الإفريقي اللي بتستضيف مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفريق خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن ترتيبات النهائية لأسبوع القاهرة للمياه منرحب في فقرتنا النهاردة بضفنا في الستوديو المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التقديد بوزارة إرأي أهلا وسهلا بشماندس منوار أهلا وسهلا بحديث سواء خير على رأيكم وعلى المشاهدين الكرامي فينا خلينا نعرف بداية الوزارة بتعمل ترتيبات إيه علشان تستعد لمثل هذا الحدث حقيقة وزارة الموارد المياه تبدأ الترتيبات من النسخة السابقة يعني دي يمكن نسخة السابعة من أسبوع القاهرة المياه نسخة الأولى بدأت في 2018 مع ختام كل نسخة غالما بيبقى في أكتوبر من كل عام بيبقى عندنا في النهاية عنوان للأسبوع الجديد أسبوع العام القادم فبنبدأ في الختام الأسبوع الثلاثة عشرين حددنا العنوان بتاع 24 اللي هو المياه المناخ بناء مجتمعات مارينة فكان فيه شغل قبل في نهاية الأسبوع القاهرة الثلاثة عشرين بعدها بنبدأ يمكن بناخد كده تستراحة بسيطة أو بنعمل شوية تقرير عن الأسبوع اللي قبله يعني نبتدي نشتغل من ديسمبر ولا حاجة في الأسبوع الجديد نبتدي نحدد الموضوعات الأخرى الموضوع الرئيسي محدد لنموضوعات الفرعية نبتدي نحددها نبتدي نتواصل مع المنظمات اللي حنشتغل معها فيه رعاية طبعا زي جمع الدول العربية زي المجلس العالمي للمياه منظمات دولية أممية كتير بتشارك معنا في الأسبوع الحقيقة التواصل ده مهم جدا بنبدأ استقبال جزء علمي وده برضو جزء من أسبوع القاهرة المياه أبحاث علمية تساعد فيما يخص التعامل مع تحديات المياه بشكل عام على المستوى الدولي يعني فده برضو جزء مهم بنبدأ استقبال أبحاث علمية تشكيل لجنة علمية من سادات الجامعات مثلا مصريين أو أجانب لاستقبال أبحاث دي ودرستها ونحن النهاردة خلاص تقريبا نقيم المرحلة النهائية في هذه الأبحاث عندنا كمان جزء يخص مسابقات يمكن برضو ممكن نتقنعها بشكل من التفصيل بعد كده ففرضو فيه استقبال المتسابقين واختبارهم لغاية ما بنوصل في النهاية للفائزين فيه طبعا كمان التعاون مع الوزرات الأخرى نحن بس بسؤالة المراد المياه والرأي في أجلات أخرى بالتأكيد مشاركة معنا تعاون ده برضو مهم التنصيق مع زي ما قلت المنظمات الدولية ده جزء مهم كمان السنين عندنا الأسبوع الأفريقي المياه بالإضافة لأسبوع القاهرة المياه فده برضو ده ضاف بعد جديد يعني فده كله وحتاج طبعا التنصيقات على مستوى آخر بالتأكيد وناس كتير وخبراء كتير حيبوا موجودين في ذات التوقيت طيب على هذا الأساس أبرز الموضوعات اللي حينقشها هذا الأسبوع سواء علميا تأثيرها إزاي على القرى الإفريقية يعني أبرز الموضوعات المطروحة لجلسات النقاش هتكون عن إيه الحقيقة برضو السنة دي مصر بتنظم المنتدى الحضر للمياه في نوفمبر من هذا العام وده برضو كان جزء مهم للتعامل في المناطق الحضرية وكيف التعامل مع جزء منها التغالية المناخية فإحنا الأسبوع ده الأسبوع عنوان وبدو تربط إلى حد كبير مع هذا المنتدى المهم جدا اللي بتقيمه وصل مع منظمات الأمم المتحدة هذا العام فموضوع المجتمعات المناخية بتتعارف تتعامل مع التغالية المناخية اللي احنا ابتدنا نشهدها بشكل متكرر ومتزايد دلوقتي ما كانش ده موجود من 20 سنة طب إنما الحقيقة دلوقتي بقى ده موجود بشكل واضح بالنسبة ده منشوف سيول كان بتحصل في بعض المناطق منشوف درجات حرارة وموجات حرارية ما كانش نشوفها قبل كده في بعض الأوات ولا بالتأكيد حيدرس بشكل كبير عشان كده برضو المياه والمناخ ما زالت أحد الموضوعات الهمة جدا على الأجندة الدولية الحقيقة برضو الأسبوع القاهرة دايما بيبقى جزء من الأعداد لأحداث هامة يعني احنا نظمنا قمة المناخ في شرم الشيخ 22 كان أسبوع القاهرة بيجهز لأهزة القمة فيما يخص المياه يمكن أول مرة المياه تظهر بشكل واضح في أحد قمم المناخ كان في شرم الشيخ 22 نتيجة إعداد جاية تم لي كان في عندنا مؤتمر للأمم المتحدة في 23 للمياه أول مؤتمر من 47 سنة آخر مؤتمر كان في 77 فبرضو كان فيه الأسبوع القاهرة على الردماب أو على خريطة الطريق بتاعها 23 فيما يخص خاصة دول الندر المياه دايما نركز على ما يخص مشاكلنا موضوع الندر المائي فبرضو بنمثل صوت الندر المائية في المنتدات الدولية فاحنا عندنا الكوب 29 اللي جاي في أزربيجانس إن شاء الله السنة دي عندنا كمان مؤتمر المتحدة في 2026 برضو عن المياه المياه بتادي تطلع بشكل واضح على الأجندة الدولية كمان فالأسبوع بيجهز لهذه الموضوعات بشكل كبير طبعا بالتعاون مع منظمات أممية متخصصة في هذا الموضوع فاحنا في الآخر بهمنا بنطلع ب توصيات واضحة فيما يخص التعامل مع أزمة المياه الدولية مش بس عندنا في مصر الحقيقة المنطقة طبعا العربية بالتأكيد أحد المناطق إنما دوليا كمان في مشاكل كبيرة في عدد كبير من الدول تقلات الملاخية بتزيد عبق على الموارد المائية وتحدياتها فكل ده جزء من النقاشات والتوصيات اللي تطلع من أسبوع القهر المياه هذا العام إن شاء الله طيب حقوق اللي أجين في المياه ده واحد من المواضيع اللي ما كانتش بتطرح في الفترة اللي فاتت أبدا ولكن أعتقد إنها واحد من الملفات اللي لازم تكون موجودة على مائدة الحوار في هذا المنطقة الحقيقة بالتأكيد طبعا موضوع اللاجئين ابتدى يبقى موضوع ساخن يعني خاصة في المنطقة حوالينا بنشوف غزة وسوريا والسودان الحقيقة مناطق كتير ساخنة وكثير من اللاجئين اتحركوا من أماكنهم لأماكن أخرى ويمكن بدأنا برضو السنة اللي فاتت عملنا أول جلسة في هذا الموضوع الحقيقة اللي كان برضو موضوع مهم يعني ومازال مهم ومازال على الأجندة بالتأكيد لأنه موضوع أهم جدا ليه أكثر من بعد الحقيقة سواء كان الهجرة دي سببها إيه طبعا صراعات في معظم الأوقات تأثيراتها إزاي على الخدمات المقدمة للناس طبعا مخيمات أو غيره خدمات المياه الشرب وصرف صحة خدمات سيئة جدا وتؤثر بشكل كبير أو على الصحة العامة خاصة صغار السن الأطفال والكبار برضو حتى وجود هؤلاء اللاجئين في دول فيها نضرة مائية ده كمان بيؤثر على هذه الدول الدول بالفعل عندها تحديات في المياه فلما كمان يزيد عدد من اللاجئين في هذه الدول ده برضو عب إضافي على الموارد المائية المحدودة وطبعا مهم في هذه الجلسات دور المجتمع الدولي في المساعدة صحيح ده برضو جزء مهم اللي ستناوله بالتأكيد السنة دي إن شاء الله طب واضح أن كمان التغيرات المناخية يعني متربطة أو متدخلة بشكل ما أو بآخر مع كل الجلسات أو مع معظمها يعني إزاي التدخل ده تم وإيه أبرز الموضوعات اللي تم تدخل معها إحنا دائما لبنتكلم على قطاع المياه في مصر مثلا وبرضو في المنطقة بقول عندي تحديين كوار عندي تحدي إن الاستخدامات أو الاحتياجات المياه بتزيد مع الوقت نتيجة إزاي ده السكانية وده برضو طبعا شيء معروف يعني عندي إزاي السكان بالتالي محتاج مياه عشان الشرب محتاج مياه عشان الصناعة فرص عمل محتاج مياه عشان الزراعة عشان الناس يدر تاكل المجتمع ده وده تحدي كبير وفي نفس الوقت فيه تحدي التغيرات المناخية اللي بيواجه العالم كله ده بيضع عب كبير جدا على التحديات دي لما بقول موارد زيادة آسف احتياجات زيادة في قطاع المياه وموارد محدودة معنا أنه عندي فجوة لأننا في آخر دولة في حوض النيل فالتغالات المناخية اللي بتحصل على حوض النيل كله بتؤثر علينا في النهائي بتؤثر على المياه اللي هجيننا من النيل في النهائي في كتير من السنوعات اللي بتقول حتزيت حتقل بس في الآخر فيه تأثير بالتأكيد للتغالات المناخية على النيل الموجات الحد اللي شفناها كل ماك إلما عنها من شوية السيول والأمطار الزيادة من ضمن الحل عندنا الموجات الحرارة دي معناها برضو موجود الحرارة مش معناها بس الناس حضرانة كمان احتاجات المياه لقطاع الزراعة هتزيد بالتأكيد وده برضو عقل الزراعة والشربة ورية خلي ما لك كمان انت عندك الدواجين والسروا الحيوانين ما كل ده برضو بيحتاج مياه عشان ما يجلوش اجهاد حراري بالزبط كده كل القطاعات وطبعا الزراعة بتبقى اكتشوان انا بدي تمثل خمسة سرعين في المياه من استخداماتنا المياه فالتغالات المناخية تأثيرتها كبيرة جدا ومرتبطة بقطاع المياه دايما لما بكلم عن التكيف مع التغالات المناخية قطاع المياه بيجي في الصدارة لانه دايما هو اكثر قطاع متأثر بشكل واضح بالتغالات المناخية ويحتاج للتكيف مع التغالات المناخية فالارتباط واضح جدا حقيقة ما بين الاثنين ممكن مصر بتقود مع اليابان كانت كلمنا عن مؤتمر عشرين تاتة وعشرين المياه مصري واليوان كانوا بيقودوا محور حوالين المياه والمناخ بشكل أساسي على الأجندة الدولية وما ذلك دور مهم لمصر الحقيقة في الأجندة الدولية موضوع المياه والمناخ وارتبطهم لأنه ارتبط عالي جدا ما بين القطاعين أسبوع القاهرة حيتم فيه عرض رؤية موحدة للقرارة الأفريقية لموضوع المياه أعتقد دي حاجة مهمة جدا أدئي بتبين دور مصر الدولي والأفريقي أدئي بتبين أنها مهتمة بحقوق الجيرة تماما أدئي بتبين برضو أنه فيه خطة مستقبلية بتوضع للقرارة كلها بصفة عامة لوقف استنزاف المياه يعني جعل الدول الأقل حظم في المياه عندها فرص للحصول على حقها في المياه تماما يا فلن هو طبعا أسبوع القاهرة أسبوع دولي بس بيركز بالتأكيد برضو على المنطقة اللي احنا فيها فدائما حتى من بداياته كان بيركز على المنطقة الأفريقية منطقة المنطقة العربية الشرق الأوسط وما حتى برضو مناطق دول البحر المتوسط فأفريقيا لأنه جزء من أفريقيا هي من البداية في الموضوع فيما يخص أسبوع القاهرة المياه إنما طبعا وجود المرات فيه اجتماعات رسمية مصر الحقيقة هي برضو رئيس مجلس وزراء المياه الأفريقية هي بتبقى دايما فيه فترة سنتين لكل دولة إحنا رئيس من دي الدورة بتاعي في الوقت الحالي لغاية مارس اللي جاي إن شاء الله فكان فيه فرصة أن نعمل أسبوع الأفريقي للمياه في هذه الفترة عشان نطرح زي ما حقيقة قلت إيه التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية بشكل كبير خاصة مياه الشرب والصرف الصحي عنده فيه جزء كبير ممكن إحنا عندناش المشكلة دي قوي في مصر الحقيقة الحمد لله يعني إنما في الدول الأفريقية ده مشكلة كبيرة جدا تحدي كبير جدا ممكن برضو أفريقيا بتركز على هذا الموضوع بشكل كبير فده برضو تحدي مهم رغم تواجدها إلا إن هي مش منظمة يعني رغم إننا قارة يعني خضراء في المقام الأولى الحقيقة القارة والدول فيها ميا يعني ما عندهمش نودة مياه زي عندنا إنما ما عندهمش الإمكانيات تنظيم المياه ساعد بنسميها النودة الاقتصادية يعني هو عنده مياه بس ما عندهش سواء الحوكمة أو الإدارة الرشيدة أو التمويل اللازم عشان يقدر يقدم الخدمات المطلوب فتحدي كبير ورؤية أفريقيا عشرين تلاتة وستين من ضمن الحاجات طبعا المطروحة وإزاي حنوصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وعلى أساعة الهدف رقم ستة الخاص بالمياه تكلمني عن الخبراء الموجودين يعني حيكونوا في إطار إيه يعني حيكونوا هل هم خبراء في المياه في الجيولوجيا في المناخ في الطقس في التربة يعني أبرزهم إيه وأبرز المجالات اللي موجودة إيه الحقيقة هو أسبوع القناة يتميز أنه يمزج ما بين الخبرات المختلفة والمجالات المختلفة بالظبط مش بس الماء ومش بس الفنيين فيه سياسيين بيبقوا حاضرين يعني فيه ناس من المتحد الأوروبي على مستوى سياسي أو المتحد الأوروبي المفوض من المتحد الأوروبي الخاص بالبيئة أو الخاص بالمياه بيبقوا موجودين على سبيل المثال لتأثيرها يعني عليهم لا الحقيقة هو الأسبوع بيحاول ما يكونش زي أقول ليه هو مش أسبوع علمي هو أسبوع بيمزج ما بين السياسيين وما بين التنفيذيين وما بين العلميين وبين حتى الطلبة والشرائح الأخرى يعني في الأخير هو بيحاول يمزج ما بين ده كله هو مش فني إلى حد كبير إنه ما يمزج بده بحيث أنه يبقى ليه دور في وضع السياسات مش بس الموضوع فيه فيه مخترحات بالتأكيد فيه بحث علمي بيؤدي إلى توصيات بس في الأخير إزاي ده حيتاخد للتنفيذ وإيه رأي السياسيين والبرلمانيين في النهاية في هذا الموضوع فالتفاعل ده مهم جدا الحقيقة فالحقيقة برضو موجود التمثيل بشكل عام بقى فيه وزراء يعني وزراء من سواء أفريقة أو عرب أو بعض الدول الأوروبية عندنا في بعض سفراء المياه اللي موجودين في بعض الدول هولندا مثلا عندها عندها سفير للمياه على سبيل المثال موجود في المؤتمر ده منظمات الأمامية الحقيقة كلها ممثلة على مستوىات مختلفة سواء كان مدير عامل منظمة أو تمثيل إقليمي حيث يبقى فيه تمثيل من كل الجهات الجامعات طبعا كلها ممثلة وطبعا فيه جامعات دولية وفيه منظمات دولية كتير شجالة معنا فالتمثيل وفيه شركات بالمناسبة فيه معرض كمان يعني دايما نمزل جهل فيه معرض بتعمل علىها مش أسوء القلم للشركات اللي عندها تقنيات حديثة تقدر برضو تقدمها للسوق بشكل عام مش بس السوق المصري السوق المصري والأفريقي والعربي اللي موجود في مجال الرأي يعني مجال الرأي في مجال التحلية في مجال الزراعة الزكية الرأي الزكي في موضوعات كتيرة جدا معدات الخاصة بالرأي الحديث في حاجة كتيرة جدا بالشركات طبعا مهتمة إنها تكون موجودة وبتعرض بالتأكيد برضو خبراتها والابتكار اللي ممكن تقدمه في السوق طيب أسبوع قاهرة المياه فيه أنشطة كتير جدا من ضمنها فيه مسابقات كمان الهدف من المسابقات دي إيه ومين اللي يقدر يشارك فيها حقيقة دي من يعني من أفضل الجلسات اللي واحد بيحضرها في أسبوع القاهرة المهمة وموضوع المسابقات يعني بتستهدف الحقيقة برضو عدد أو شرائح سنية مختلفة بدأنا في الموضوع والحقيقة يعني كان إيجابي جدا فيه شريحة بتختصر بطلبة المدارس يعني برضو خاصة مدارس المتفوقين بيبقى عندهم جزء كده علمي وأبحاث فده جزء مهم جدا الحقيقة برضو مع وزارة التربية والتعليم ومع المدارس تدينى فيه والحقيقة بيبقى تبقى جلسة من الجلسات الهيلة طبعا رفع الوعي من الحاجات المهمة جدا اللي نستهدفها في هذا الموضوع يعني وفي الآخر والحقيقة برضو بنلاقي بعض الأفكار اللي ممكن تبقى تطبق بالفعل على أرض الوضع من هذا من طلبة المدارس في المدارس السنوية عندنا طلبة الجامعات المسابقة أخرى من أفضل مشروعات تخرق دي بتستهدف طلبة الجامعات وبرضو تاني مش فنين ومش بس مية نتكلم على زراعة نتكلم على بيئة نتكلم على إعلام يعني ساعات فيه أحد الناس فازوا كان عنده مسابقة زي يرشد يعمل حملة أعلانية عن ترشيد استخدامات المياه وازي يعمل براندينج لده والحقيقة كان موضوع برضو من الموضوعات رغم أنهم بعيد جدا بس في الآخر فاز بالمسابقة ده مسابقة أخرى أفضل مشروعات تخرق في مسابقة ثالثة خاصة الفكرة بتاعتي في خلال ثلاث دقايق ده برضو طلبتنا بعد الدراسات العولية يعني عندنا مسابقة للمزارعين أفضل ممارسات في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة وعندنا مسابقة بدأت تستاني لفقت اسمها ابتكار أفكار عندنا تحديات كبيرة في قطاع المياه إيه الأفكار اللي ممكن تساعد في حل ده تستهدف الشباب تستهدف الشركات النشطة حضراتكم موسعين من مختلف الأماكن ومختلف المبدعين عملين يتحركوا ما بين إعلام وبين حاجات لها علاقة بالبيئة وحاجات لها علاقة بدراسات المياه وبالمزارعين اللي بيحتكوا بالمياه يعني موسعين تماما بحيث وبعد كل ده بيحصل إيه بقى دمج للأفكار أو الأفكار الفائزة بيتم التنسيق ما بينها أو تتحطف بلان واحدة كبيرة بحيث أنها تعود بفايدة حقيقية الحقيقة ده بيحصل يعني بيقى في رعاية من حتى المسابقة دي لها رعاية برضو والرعاية ده بقى فيه نوع من الاتفاع أن الفكرة دي فعلا فكرة جيدة ويمكن تطبيقها نبدأ نطبقها على الأرض وفيه ناس بتأخذ الكلام تطبقوا على الأرض بشكل واضح وبينوصل في نفس الوقت أنا قلت برضو الأسبوع يتناول كل المجالات فبالتالي بقدر أوصل للطلبة دول بشركات أو حد مهتم بالفكرة دي الحقيقة وده بيحصل وحصل في بعض الأفكار وبيدي فرصة في نفس الوقت للطلبة دول نهما كمان الإكسبوجر للدولي يعني فيه ناس دلوقتي مسافرة رغم أنه طلبة مدارس راحين منحة مثلا في أمريك ولا بتاع بناء على تواصل حصل من خلال أسبوع القاهرة وكان أحد الفائزات في أسبوع القاهرة فده كل الحقيقة التواصل ده والتجمع ده بيدي فرصة للأفكار بيدي فرصة للأفكار ده توصل لمرحلة التنفيذ طب وأفضل الأفكار اللي ممكن الشغل عليها في قصة ترشيد المياه تبقى عاملة إزاي إحنا عندنا خطة من الشباب ومن الحكومة ومن المجتمع المدني لحذا الأمر الحقيقة فيه نسميه تحديث نظم الراي بشكل عام في مصر بابتدأ فيه خطة واضحة إلى حد كبير للتعامل مع ده والحقيقة برضو فيه أفكار كتير جات من الشباب بتتعامل مع ده منها فكرة الأبليكيشن زي ما قلنا حتى ده حتى ده أبليكيشن يدي إزاي رشد المياه وإزاي ساعده في ترشيد المياه وممكن أدي له إيه مقابل الترشيد اللي ممكن يحصل في بعض الأفكار كده يعني الحقيقة بس موضوع التحديث الراي بشكل عام من الحاجات المهمة جدا شركات قطاع خاص ليه دور كبير جدا فيها الحكومة طبعا مهتمة في النهاية بداه المزارع مهتمة عشان الإنتاجية سيادة الإنتاجية هتبقى جزء مهم من هذه المنظومة طبعا طبعا أكيد كل شكرا لك المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع تقديد بوزارة الراي نورتنا وشرفتنا وعرفتنا تفاصيل كتير جدا عن أسبوع قهران المياه شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك